مجهزة أخبار العاشرة من الأوتي في أهلا بكم أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى أنه تحل رأس السنة الهجرية ولبنان يمر بأزمة وطنية عميقة تنعكس مشكلات اجتماعية ومعيشية وحياتية واقتصادية ومالية يدفع اللبنانيون ثمنها ودع دياب في بيان إلى أن تكون هذه المناسبة محطة لوقف التكاتف وطنية في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ لبنان بما يؤدي إلى نجاح الجهود لتشكيل حكومة قادرة على التعامل مع الأزمة العميقة في البلد متمنيا أن يعيد الله هذه المناسبة على اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا وقد خرج لبنان من محنته الصعبة لفت عضو اللقاء ديمقراطي أن أبلال عبدالله إلى أن البنك المركزي عاجز عن تغطية كلفة دعم المحروقات والأدوية الجميع يهاجمه ويطالبه بأن يؤمن هذا الدعم وأشار في تغريدة عبر توتر إلى أن الجميع يهدد رئيس البنك المركزي بالسجن في حال امتدت اليد على الاحتياط الإلزامي الذي لا أحد يعرف سقفه بدقة ولا يعرف متسائلا الجميع يريد الشيء وعكسه لحكومة رشد الدعم وتوقف الفوضى وتمنع الارتطام قال عبدالله دوليا ذكرت الشرطة في مدينة بروكلين الأمريكية أن اثنين قتلا بعد اطلاق النار على خمسة رجال بعد انتهاء حفل في المدينة وأوضحت وسائل الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية أن الشرطة تتوجهت إلى مكان الحادث في شرق نيويورك إثرى بلاغ بوقوع اطلاق النار ولم تقم الشرطة باعتقال أي شخص كما لم تكشف عن الدافع وراء اطلاق النار ولفتت الشرطة إلى أن التحقيقات لتزال جارية كما لم يتم الكشف عن هوية القتلين لحين تعرف أسرتهما عليهما بهذا نأتي إلى ختم مجاز العاشرة نعود لمتابعة فقرة يوم جديد ودائما مع الزميلة ماي